عندنا نص كيلو من اللحم المفرومة أنا عاملة نص المقداردة فده ربع كيلو بس من اللحم المفرومة عشان النص التاني كنتم حضراء قبل الحلقة بصلتين ربع واتنين فلفل رومي أربع واحد فلفل أحمر حار مقطعين وقطع كبيرة وممكن طبعا نستبعده لو احنا ملناش في الأكل الحيمي أربع فصوص من التوم الصحيح ونص كباية من البقدونس المفروم زيت ناباتيو معلقة صغيرة من الحبهان الباودر نص معلقة صغيرة من الإرفة الباودر نص معلقة صغيرة من الكبابة الصيني معلقة صغيرة من بهارات اللحمة معلقة صغيرة من الكزبارة النشفة معلقة صغيرة من الكمون رشة من جسط الطيب وملح وفلفل أسود وممكن نستبعد التوابل كلها ونزود في كمية بهارات اللحمة لو احنا حابين بس تركيبة التوابل اللي بعملها دي بتدي بصراحة حواوشي طعم جميل قوي تعالوا بقى نبدأ في خطواتنا أول خطوة هنعملها ان احنا هناخد كل الخضار بدون اللحمة نفرومه في الكبه لحد ما ينعم معانا تماما أنا ما بحبش خضار الحواوشي خشن ده زوء الشخصي اللي عايزه خشن ما فيش مشكلة طبعا اللي عايز يقطعه بالسكينة أو كيبس هو الصح ان هو يتفرم علشان يبقى مندمج أو متجانس تماما مع اللحمة مش طالع قطع كده فيها أنا مش هاخد الفلفل ده كله أنا هاخد حطة صغيرة خالص منه أهي حطة صغيرة اللي حطتها بيدي طعم حلو من غير بقى ايه ما يشطشط اللي بياكل ويبهدلوا الخضرة هحط كمان التوابل الحبهان البهارات الكزبرة الكمون الكبابة الصيني والقرفة لحمة الحبوشي بنزود بهاراتها شوية طيب ليه؟ عشان احنا لسه هنحط في عيش العيش ملوش اي نكهة يعني مش متتبل بأي حاجة فلما بنحط في العيش طعم البهارات بيقل شوية فمحتاجين ان احنا نعمل حساب ده واحنا بنتبل ان البهارات تكون مزبوطة زيادة سنة عشان لما يتحط في العيش يفضل طعم وحرش وجميل ويعجبكم حطيت ملح وحطيت فلفل اسود هحط كمان رشة من جزء الطيب ممكن متحطش عادي لو بهارات خلاص كفاية وزي ما قلتلكم كل التوابل ممكن نستغنى عنها ونستخدم ايه؟ بهارات لحمة حدي تقليبة عشان كده انزل الحاجات اللي بتطلع فوق تبقى مكان اللي تحت يلا ممكن احط شوية زيت كمان ويلا بينا تاجة بقى شمر عشان كمي ما ينزلش في الاكل وحنجيب اللحمة حنحطها هنا وهحط معيها الخلطة اللي انا عملتها انا بحب زي ما قلتلكم انا عم خلطة الحواوشي تبقى متجنسة تماما مع اللحمة بتديها طعم طحفة واقولكو على التركية التانية في الحواوشي ان انا شايفين الخلطة قدلها اللحمة تقريبا ويمكن اكتر كمان منها عشان كده بيدينا كمية كبيرة من غير ما نضطر نستخدم لحمة كتير وده بيوفر في الاخر لما بنيجي نعمل يعني حواوشي على قدنا لا بنلاقيه عمل لنا ووفره في تكلفة اللحمة الحواوشي انا بحب اعمل خلطته قابليها بشوية يعني مش وقت ما هكون هعملها على طول يعني ممكن مثلا قابليها بساعة بساعتين كأن اللحمة بتتبل وبتاخد طعم احلى بكتير جدا لما نعمل كده وبتبقى حقيقي احلى بكتير قوي لما نديها فرصة كده تقعد مع الخلطة بتاعة الخضار دي شوية وتاخد من طعمها بتبقى احلى كتير كمي جوانتي بتاعي جاهز عشان اعجل بايدي هحط شوية زيت كمان انا حطت شوية بس صغيرة وانا بفرم علشان امشي الخضار واجي دلوقتي اعجل كويس جدا لو عايزين تلفوهم مع بعض في الكابة لفة سريعة مفيش مشكلة بس يعني هو مش مستاهل عايز اقول لكم الهرسة اللي زي هرست البطاطس كده تقدروا تستخدموها لعشان تخلطوا اللحمة المفرومة مع الخلطة لكن يعني هو الموضوع بالايد اسرع حاجة وما بياخدش سويني بس كده الخلطة بقت جاهزة رحتها تحفة وانا وثقة من التدبيلة دي جدا ومجربوها كذا مرة وعارفة انها بتطلع حواشي مالوش حل نعجل كويس جدا عشان مش عايزة اللحمة تبقى منفصلة عن الخلطة لأ ده انا عايزاهم يبقوا حاجة واحدة متجنسة كده عشان قلتلكم ان ده بيدي طعم احلى بكتير جدا لحشوة الحواشي زي الفل ممتاز جدا خلطة هي لحمة على خضار على ريحة مالهاش حل ودي اللي هنستخدمها علشان نحشي الحواشي انا هعمل كل الخلطات بعد كده هبدأ احشي فقادي خلطة اللحمة جهزنا بيها ندخل على اللي بعده خلطة البطاطس خلطة البطاطس بسيطة خالص نحط لها زبدة لأ انا هشيل الزبدة وحط زيت اوفر ومش هتفرق فالخلطة دي ممكن نحط زيت عادي حواشي البطاطس هنحتاج كيلو من البطاطس سلقناها وهرسناها بالهراسة ما نضربش في الكبة خالص بتمغط كده او بتسمغ بيقولوا عليها ما بتبقاش لطيفة خالص فبنهرسها بالهراسة بالمبشرة كل ده ينفع ولكن كبة لأ كباية من البقدونس المفروم وكباية من الجبن الرومي المبشورة عايزين نحط منزللة اوكي عايزين نحط اي نوع جبنة بتسيح شدر برضو ماشي مفيش مشكلة عايزين نستبعد الجبنة خالص للتوفير برضو مش هيقول لأ خالص عايز اقول لكم حاجة لو خلطتم مع البطاطس دي اي جبنة بيضة او جبنة قريش بيبقى ما لهاش حل في الطعم تحفى وجميلة جدا فممكن برضو تحطوا جبنة بيضة وعندنا كمان زبدة بس انا شلت الزبدة او هستخدم زيت رشة جسط طيب وملح وفلفل اسود وعيش بلدي نور ما تزودلنا في المقادير كمون وادخلوا لي يلا دخليلي كمون انا حسيت ان انا عايزة اديها كده ايه رشة كمون بيخلي البطاطس برضو طعمها حلوة قوي فحعمل كده ونقدر على فكرة كمان نحط لها شوية توم فانا هحط لها توم وكمون انا هاخد التوم والكمون بتوع البابا غنونج ماشي وانت دخليلي بدلهم وعدللنا بقى المقادير ونزليها تاني بيجي كده حاجات بتبقى ايه من وحي اللحظة يعني وانا بشتغل دلوقتي جالي الفكرة ان احنا نعمل كده حسيت طعمه هيبقى أحلى بكتير ادي شوية توم واده شوية كمون مع البطاطس المهروسة بيبقى تحفة بصراحة هزبط كمون كده حلو هيديها طعم تحفة هحط لها كمان البقدونس وكمان الجبن الرومي هنيجي دلوقتي ملح وفلفل اسود وبسط الطيب وزيت هاجي هنا جنب الحاجة عشان ما عودش راحة جاية ملح ناخد بالنا واحنا بنحط الملح ان الجبن الرومي فيها ملح كمان ملح فايه نراعي ده فلفل اسود البطاطس المهروسة بيحليها قوي الفلفل الاسود فزودوا منه سنة عن المعتاد بتاعكم ورشة من جسط الطيب زي الفل كده وحاجي احط شوية زيت وحاجي اعجن كل ده اجيب الجوانتي المتين وعندي اوبشن تاني ان انا اجيبها الراست البطاطس برضو اعجن بيها فيش مشكلة كله ينفع المهمة مش في الكبه تنسوا الكبه خالص مع البطاطس بتخليها اوحاش حاجة في الدنيا يلا بينا ادخل كده ما في الفاصل مش مسعجلين عليه ما تكربسوش نفسكو في الفاصل ايه دي حشوة البطاطس اعجن 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 وما فيه شي عجنتين تلاتة بتلاقوا اموركو زبطت وانا عاجبيني الاضافات اللي احنا ضفناها هتخليها احلى بكتير طبعا ممكن مع البطاطس دي تحطوا بيد مسلوق ممكن زي ما قلتلكم تحطوا اي جبنة بيدة جبنة شوية شوكرا نزلنا لكم المقديرة هو بعد تعديل الاضافات اللي انا ضفتها انا ما ضفتش اي حاجة غير شوية كمون وشوية توم والزبدة بدلتها بزيت من باب الوفر في اي وقت الزيت بيبقى بديل مناسب للزبدة انا بعمل كده من نفسي عشان اوفر لكم لان هو حتى الزيت بقى غلي بقى فخلينا ايه يعني ايه لو الزبدة كمان اغلى منه فبلاها يعني نروح للحاجة اللي سعرها حيكون قلطة في حاجة جوادي البطاطس اتعجنت وبقت خلطة الحواوشي ما البطاطس جاهزة من احلى الاكلات ويلا بينا نعمل خلطة الحواوشي اللي بالجبنة بصوا يا جماعة يعني هي بصراحة ملهاش مقدير يعني احنا عاملينها قب مقدير لكن هي في الواقع ملهاش مقدير اي خضر عندكم على اي جبن عندكم ينفع بيضة بتسيح مش فرق احنا عاملينه بشوية جبنة شدر او مترلة شوية زتون شوية فلفل الوان على فلفل رومي وشوية بصل اللي موجود عندكم في البيت حينفع ومش هيقول لها خالص الحواوشي ده عارفين لما يبقى حتة جبنة وتنشف كده او طرفها ينشف محدش شرده يكلها الحواوشي ده ينفع فيه بقى كل الكلام ده تاخدوه تضربوا الجبن دي في الكابة مع بعضيها وتستخدموه بيطلع جميل جدا ادي الفلفل الالوان وادي الجبنة ودي البصل ودي الزيتون وبس حنقلب كل ده مع بعضه بس حشوة كده الجبنة بالخضار بقت برضو جهزة اللي حابب يحط لها ملحة أو فلفل براحتول اللي حابب يحط لها لانشون باسترمة صوسيس زي ما هو عايز انا شحط لها اي حاجة هي تمام قوي كده وزي الفل دلوقتي ندخل على حشوة البتنجان يلا بينا نشيل بس الطباق الفاضية بتنجان بمعنى يعني بحشوة البابا غنوج حشوة البابا غنوج هتكون مقدرها كالتالي هنحتاج ثلاث بتنجانات رومي شويناهم وانا قفل عليهم بالاستراتش كده عشان هنقشرهم دلوقتي نص كباية من الكوزبارة المفرومة وثلاث فصوص من التوم المفروم ربع كباية من النعناع المفروم وربع كباية من عصير اللمون معلقة كبيرة من دبس الرمان نص كباية من الزبادي ونص كباية من الطحينة زيت زاتون معلقة صغيرة من الكوزبارة النشفة معلقة صغيرة من البابريكا معلقة صغيرة من الكمون ومالح وفلفل اسود وعيش بلدي وما فيش اي مشكلة خالص ان البتنجان ده يرسى ان الخلطة دي ترسى على بتنجان بشوية طحينة وتوم ومالح وفلفل برضو هيبقى حلو وفي جميع احواله حلو انا عايز اعمل ايه عايز اجيب البورد بتاعتي عشان نتعامل مع هذا البتنجان نشمر تاني ونلبس جوانتي ونجيب سكينة ونيجي نزبطه اول ما تشوه سواء بتجاز او فرن نطلعوه كده ولفوه بستريتش عشان ده بيخلينا نعرف نقشره بطريقة اسهل بكتير جدا يلا بسم الله الرحمن الرحيم بسوا هو بكل بساطة بيطلع كده انا بايدي بقول ما طلعوه طبعا اللي عايز ياخد حبة من القشر ده بقى الناصح اللي بياخد طعم الشاوية الحقيقي اللي بجد لو سخن على اديكو بتشتغلوا بالسكينة كده وبقى زي ما بقولوكو حتة الشاوية اللي بتطلع من القشر دي ما فيش فيها اي مشكلة خالص ما تشلوهاش يعني ما تقولوش ان دي ايه ده ازاي ده هتطلع معايا ازاي دي سودب لا ده دي امر دي اللي هتخلي طعمه تحفة بس نشي الحبة ونفوت حب عشان الحبة اللي هنفوتهم دول هيزبطولنا الطعم جدا ناخد التانية بنفس الطريقة هجيب معلقة زي الفل القشر بتطلع معانا اهي فضية تقريبا من اي لحم امشوا عليها كده مرة كمان لو في حاجة ايه فاتت مننا نسيبها هيبصوا اهي بتطلع كده وشوية زي ما قلتلكم القشر اللي بيطلع معانا ده فلة مش عادي عايزينه جدا كمان طول ما هو سخن العملية دي بتبقى سهلة بنتلسوا عشوية قابص بسيطة نشيل في الباسكت القشر ونرجع نعمل اخر واحدة بنفس الطريقة زي الفل الصلق الشر طلعة فضية هي خالص نعمل الناحية التانية وتمام كده البتنجين جاهز حتديله بس ايه طقطعاية سريعة كده بالسكينة لا مش محتاجة هند بلندر ولا حاجة وبالسكينة هنمشي في البتنجين انا بحبش انا عمو قوي عشان انا مش عايزة مية يعني عشان يبقى حشوة بس بحب أقطعه فهنا بمشي في السكينة فيه كده وهو دايب ما بياخدش مننا اي جهد عشان يتقطع البتنجين بعد ما قشرناه وانا سايبة شوية من القشر وسطه بيفرق جدا في الطعم وبيزبط لنا الدنيا جدا تمام كده خلاص عملية اللغواصة خلصت دلوقتي هندخل بقى ايه في التقليب يلا بينا هنجيب سباتشولا وحمضيف بقيك المكونات على البتنجين هفضي بس المية دي من الزبادي لان انا مش عايزان ماي ماي عشان مايبوش ليش العيش فلو في اي حاجة كده نزلت مية زي الزبادي كده نزلها الزبادي الطحينة بقدونس طوم نعناع 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 طابريكا كوزبرة كمون عصير لامون ودي بس رمون حلو فل كده نجيب بقى ايه ايه بمعلاقتنا نفسها نقلب بس كده جهزت معنا حشوة البتنجين تقدروا تعملوها هي هي على فكرة بكوسة وقرنبيت مشويين كوزة مشوية او قرنبيت مشوي ميكس من كله تقدروا تعملو حباوش يمساقعة جبار كل ده ينفع احنا طبعا نسينا زي النصحين نحط الملح والفلفل اسود فهن يجي نحطهم دلوقتي ملح فلفل اسود شوية كمان زيت زتون وندي تقليبة كمان وده طبعا بابا غنوج كده كده يعني دي سلطة سلطة بابا غنوج او الغموس بتاع البابا غنوج كده كده جاهز فلو هو وصفة في حد زيته احنا كل الفرق بس ان احن نحطها في عيش المرة دي ونحمص العيش في طاصة عشان يبقى حقوشي ولكن هي تحفة من غير حاجة انا مش قادرة اقاوم انيادقها ريحتها فضيعة ايه دا اضافة النعناع جبارة مش تقليدي انه بيتحط فيه نعناع ولكن عايدي بنجدد اضافة انت مش فاهم دا ما اديه حتة تانية خالص طحفة ودي كده كل حشواتنا جاهزة لحمة بطاطس جبن وخضار وايه وبابا غنوج وبالا نشتكم الحلوة وتقضوها بقى ايه حقدروا تحطوا زيت طبعا الاحرش انكم تحطوا سمنة بس يعني انا هشتغل ايه بالاوفر اليومين دول اليومين دول انا مش بختار الاحرش انا بختار الاوفر يلا بينا هنبدأ نسوي على طول واحنا شغالين رغيف الحواوشي اهو انا بسوي في الطاصة فمش محتاجة ادهن زيت هحتاج ادهن زيت لو انا بسوي في الفرن لان هو كده كده هياخد زيت لما يتقلب في الطاصة بس حطنا لها شوية زيت ونار متوسطة وصيبين الحواوشي نار متوسطة ضروري يا جماعة عشان اللحمة تلحق تستوي اه مايبقاش حمر واللحمة لسا نية جوه فانا عاملاه على ستة يعني هنا انا عندي تسع درجات انا مختارة ستة وحلو قوي كده اللحمة هتلحق تستوي معايا يلا بينا نعمل واحد كمان نفرد ونوديه مع اخواته على طول كده وانتوا واقفين سووا اول باول نودي برضو درجة الحرارة لدرجة متوسطة عشان الحواوشي يلحق يستوي اللحمة من جوه طبعا الناس هتقول يا سارة استحالة اللحمة تستوي كده من جوه بتستوي وحيات ربنا وبتبقى زي الفل والله على ما اقوله شهيد وكل اللي جربوا الحواوشي في الطاصة سواء احلى بكتير بيطلع اطعم بكتير واللحمة بتستوي من غير اي مشاكل اللي ما بيحبش ده او ما عندوش وقت يفضل واقف قدام الطاصة ويفضل ان هو يسوي اللحمة بتاعته او يسوي الحواوشي بتاعه في الفرن مفيش اي مشكلة لفو الحواوشي بورق خبز وورق فول وسووه في الفرن عندناش اي اعتراض هيبقى برضو زي الفوله جميل جدا انا عندي ايد مفيش مترحة لحمة عشان كده عادة بمسك بيها الحاجات برحتي ودي كمان طاصة وكل يا جماعة نار متوسطة علشان ايه الحواوشي ما يبقاش حمر قبل ما يستوي وطبعا طبق ارفيعة من اللحمة المفرومة بالشكل ده بتاخد معايا سوى سريع جدا 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 فوق ما تتخيلوا بصوا الرريف قريدي بدأ يتحمص وقريدي اللحمة من جوه ريحتها طلعت وفاحت وحاجة اخر جمال متعملوش زي كده طبعا مساكة او اي حاجة لقديكو علشان انا يعني ايه لابسة جوانتي مقلل الحرارة شوية ده غير كده انا كمان ايدي اتعودت على الحرارة حبة طب بنزعيجش منها بس انتو في البيت ما تعملوش اللي انا بعملو ده انا حاجيب كمان جوانتي عشان ما حدش يقلدي اه حاجيب حاجة علشان ما حد لا مش قصدي جوانتي انا قصدي مش مساكة المساكة بتفتحه لا ده انا قصدي ده ده قصدي ده معرفش بقى اسمها ايه والنبي ما هتفرق والنبي ما هتفرق ادي كده تلت ارغفة حووش لحمة نار متوسطة وصيبينهم يتحمروا واللحمة هتستوي فوق ما تتخيلوا كمان حوطي بقى النار واسيبها هتكمل سوا واروح اقحشي شوية حووشي كمان احنا كده خلصنا اللحمة عايزين نعمل ايه تانية صارة تعالوا نعمل نبدأ بايه تعالوا نعمل بطاطس يلا العيش فتحينه انا بوسع الفتحة شوية عشان ايه يتدخل براحتها جوانتي ده نظيف مش مطرحه لحمة او اي حاجة فقدر اخطه في البطاطس هدخل البطاطس كده كمية اللي انا محتاجاها وزي ما قلتلكم لا تحشو زيادة ولا تحشو قليل بالعقل عشان يبقى يعني في توازن بين كمية الحشوة وكمية العيش مش حلو ان العيش يكون اكتر ولا حلو ان يكون الحشوة اكتر يلا بينا موضوع بسيط خالص يا جماعة زي ما انتو شايفين ومن اي حاجات عندكو في البيت اللي عنده يعني اي حاجة ممكن تتحط على اي حاجة يعني ممكن البطاطس دي تحط لها شوية خضار مش هيقول لقا ممكن تحط لها شوية موزرلة مش هتقول لقا ممكن تحط لها باسترمة لانشون سوسيس لحمة مفرومة عصاجة عندي في البيت يا سلام مش هيقول لقا خالص كله شغال يا حبايبي والبيت زي ما يكون فيه بيمشي الحلوة الله العظيم انا مش من الناس اللي مثلا ملاقيش كزا فما بقى ألغي اللي انا هقل لا بمشي حالي باللي موجود في البيت زي ما هو يطلع ايه يعني اقدر عندي بحب الحاجة دي عندي ان انا مش لازم انزل اجيب طلبات عشان اعمل غدا من اللي موجود في البيت اقدر اعمل غدا حلو جدا جدا ايا كان ايه وده طبعا عشان انا مش حطة لنفسي الحدود بتاعت لا لازم لحمة لا لازم معرفش ايه لا 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 ما عنديش الكلام ده الغدا المهم نكون كلنا وشبعنا الحمد لله بايا كان اللي موجود ايه اللحمة المفرومة طبعا استاوت بقى ونزلت كمان العصارة بتاعتها ودرجة التحمير براحتكو فيه ناس بتحبوا فاتح كده فيه ناس لأ بتحبوا احنا بنحبوا كده المقرمش الغامق شوية لان ده بيبقى مقرمش قوي قوي وليه طعم تحمست العيش الجمدة دي بيبقى ليها طعم فضيع في الاكل فطبعا براحتكو خالص فانتو بتحبوا ايه دي حاجة ترجع لكم انا هجهز بورد هنا اطلع عليها رغفة الحرش اللي تجهز اول بول كده وما فيش اي حد يقلق من سوى اللحمة اللحمة بتبقى استاوت وزيادة والله العظيم وبيت زي الفل كمان حوريكم يا تعالى يا حمدي معايا حمدي قولي ايه مين اهو دي لحمة ناية يا جماعة ما اعتقدش مستوية هاي وزي الفل وزي الامر اللي طبعا عنده ايه ميزانية سامحة شوية وق حبيبتي اللي عنده الميزانية سامحة ويقدر يزود شوية جبن يا سلام يبقى عظيم ميزانية مش سامحة فيش اي مشكلة تعالى وريك ده كمان اهو بصوا السوى عشان اي حد قلقان من سوى اللحمة تطلع اللحمة طبعا لو مش مستوية بيبين اكتر حاجة تبين لو مش مستوية فحتبان على طول يلا تعالوا في نفس الطاصة حنسوي البطاطس مكان اللحمة ما يجراش اي حاجة بالعكس هتاخد من عصارة اللحمة وتبقى جميلة ففي نفس الطاصة كده هحط اتنين بطاطس واول ما نشيل ده نحط كمان ده انت اخد وقت عن اخوتك ليه يلا استوى برضو هوا عشان تطمنوا بصوا على اللحمة من جو تمام نتطمنين كده اهو اختبار مش في الغيف واحد في تلاتة عشان ما فيش اي حد يقول لي يا صار استحالة اللحمة تستوي والله العظيم بتستوي يلا ودي البطاطس التالت عايز اقول لكم البطاطس كمان عشان استوي مطرح اللحمة هياخد طعم حلو قوي يلا بينا هعمل واحد بس بابا غنونك واعمل واحد جبنة ونطلع فاصل ايه رأيك؟ بالزبط نعمل بقى ايه؟ واحد جبن هاخد كده بس الرريف ده مقطوع من فوق فبلاش ده يبقى للجبنة علشان الجبنة بتسيح ممكن تقع منه جبنة بالخضار ايه دي واحد ونعمل واحد بابا غنونك ممكن نخلط ممكن نحط بابا غنونك على جبنة بخضار على فكرة مكسات بقى ممكن ناخد من الخضار ده نحطه على اللحمة براحتنا برضو تعالوا نعمل واحد بابا غنونك البابا غنونك بيحتاج لمعلقة مش بنعرف نفرده بقدينا ما تزودوش في الحشوة وادي واحد بابا غنونك بس وحنكمل بنفس الطريقة نحشي 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 لحد ما نخلص كل حاجة كده اخر الطعامة قاعدين نسوي ما بنعملش ايه حاجة تانية تسوية طبعا ايه لطيفة وسريعة وزي ما قلتلكم نار متوسطة عشان ايه كل حاجة تلحق كده تتحمص حلو اوبا استنوا ما نشوف اوه جبن مجرم نساق بس عشان الجبنة تسيحة على الاخر خالص اللي مجرم كمان البابا غنونك نشوف هنا ايه الاخبار يلا بينا ده ايه بطاطس عايزين نجيب بورد كمان نرس عليها واحنا كده هو ايه مجهزين كمان من قبل الهوى حبة عشان طبعا استحالها الحق سوي كمية كبيرة في الهوى ومجهزين وعملنا على الهوى برضه عشان تبقوا ايه شفتوا ده وشفتوا ده ده بطاطس اوه تعالوا بصوا لبابا غنونك عشان الناس اللي بتقول لي لأ فيه ناس بتقول لي بيبوش العيش اهو ما بيبوش ولا حاج بابا غنونك جوه هو وبصوا من برا العيش اصلا ولا في اي بوشين احنا حرقناك ولا ايه شكلنا حرقناك اه لسعناك شوي اه لسعناك شوي واحد فدية وده بقى جبنة لازم اقطع لكم واحد خلوا ده على جنب كده عشان اقطعه لكم لا لا عادي عادي اه طبعا عادي والله ما فيش مشكلة خليها عادي عندي انا بقى اخت يا جماعة مريم تنقي بقى الحاجات اللي كده يعني تقول تقول له ماما ايه تقول له ماما تبقى محمرة مثلا اللحمة تقول له احرق ايه لي حبة والله ما هتظهرش مزاجها لأكل المرسوع بصوا يا ربي جبنا سايحة وايه مجرمة حاجة اخر جميل تعالوا نقسم كده عشان ايه بقى فيه توازن وده نعادي يا جماعة مجيش قالك اتصرف اتلسع منك واحد وانتي بتسوي تداريه على طول ولا منشاف ولا منتكلي يعني ولا منشاف ولا مندري بس كده زي الفل نقفل بقى النار ونشيل كل التصدي ونيجي نقدم الاكل الامر ده عايز اقول لكم يعني ان انا اقل اقل حاجة ممكن تلفت نظري في الاكل النهاردة اللي بلاحمة لاني خلاص عادي هرسناه كتير كلناه مليون مرة لكن الحاجات التانية دي بقى سلام البطاطة سابو جيبنا رومي ده عظمة نعايز اوريلكو بس تعالي الحمدير ركز معايا بقى حاجات ما بتهزرش يا بني ما بتهزرش بس انا مش هتكلم تاني اديكو شفتو يعني انتو شفتو بنفسكو الاحداث تقدروا طبعا تقطعوا الحبوشي نصاص تقدروا تسيبو زي ما هو كده انتو بقى ايه وزقكو انا هحط نص من ده هنا ونص هنا وشكرا كده عملنا اللي علينا وزيادة نشيل بقى كل حاجة ايه مش نضيفة موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة